هي دي مصر فعلا اللي كلنا بنأمل انها دايما تكون جميلة مستقرة وامنة زي ما عودناكم دايما مشاهدين نتطمن على حالة الجو تعالوا نتطمن من الاستاذ محمود شهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية استاذ محمود اهلا بيك وصباح الخير اهلا بحضرتك يا فاندي صباح خير عليك وعلى كل استاذ مشاهدين صباح النور يا فاندي مطمن على حالة الجو وهل احنا خلاص مقبلين فعلا على مشاهدة مثلا سقوط امطار احساس بالبرودة يعني فصل الشتاء هيدخل امتى احنا لأ طبعا فصل الشتاء احنا لسه فصل الخريط فالفصل الخريط هو اللي بيشهد تقلبات الجوية ما بين ايام بين فصل الصيف واعتدال في درجات حرارة للخريط وانخفاض في درجات الحرارة زي الشتاء وسقوط امطار فطبعا ده فصل تقلبات الجوية ما فيش كلام التقلبات الجوية دي بيكون حده وسريعة لان احنا شفنا خلال الثمانية واربعين ساعة اللي فاته القاهرة ارتفعت درجات حرارة احنا جيت ما بين ثلاثة وتلاثين لخمسة وتلاثين درجة مقوية النهاردة متوافقة لها ما بين ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين درجة طبعا تغيير واضح واحنا زل نوهنا عنه انه قلنا هتشهد من يوم الثلاث انخفاض ملخوص في درجات الحرارة وطبعا سماء الجمهورية تقريبا النهاردة الشمس ما طلعتش سواء على القاهرة او محافظات الوجه البحر وسواحنا الشمالية الصحب الكثيفة اللي موجودة هتؤدي طبعا اليوم الى فرص سقوط انطار على القاهرة زي ما شاهدناها مع بداية ساعة اليوم النهار في اول اليوم كان فيه فرص انطار فعلا انه حصل على مناطق من القاهرة ومن المناطق الغربية كان فيها صحب رعضية وانطار غزيرة سواء على مطروح او سيوى او المناطق الغربية عند السلوم اسكندرية ايضا شارت انطار ما بين خفيفة الى متوسطة خلال فتعات متأخرة من الليل ان شاء الله متوقع النهاردة واخلال 72 ساعة القادمين ازدياد فرص سقوط انطار على سواحنا الشمالية محافظات الوجه البحري القاهرة شمال سينة وجنوبا على مدينتي حلاب وشلاتين ان شاء الله الفترة اللي جاي الشبورة سيد محمود اخبارها ايه يعني الشبورة الى حد ما كانت موجودة النهاردة على طرق ازراعية والقريبة من المسطحات المائية ولكنها غير مؤثرة على القيادة ان شاء الله حركة الصفر هادئة تماما وتسمح لكل استاذ الموطنيين بالصفر وقال لك ان سقوط العمطار كده كده الرؤية تنخفض ونكون حذرين اثناء سقوط العمطار خصوصا العمطار الغزيرة في بعض المناطق القيادة بهدوك بقدر الامكان للتحكم طبعا استعجلة القيادة ولانخفض الرؤية الافقية وحركة الرياح وتأثيرها على الموانئ والبحار لا الحمد لله الملاحة البحرية معتدلة تماما خلال 48 ساعة القادمين توقع البحر المتوسط او البحر الاحمر ما فيش اي سرابات بحرقية بإمكان الله هل ممكن يبقى فيه فرصة لارتفاع درجات الحرارة في بداية الاسبوع المقبل لا طبعا احنا مع بعض كل يوم الخريط بتتغير كل يوم اكيد هنتابع مع حضرت مع صدينة كل يوم ونشوف وارد طبعا حضرتك في الخريط وارد ما يعطين ارتفاع وانخفض في درجات الحرارة ولكن طبعا احنا ما بمشوفش دوقتي الارتفاع بتاع الصيف درجات الحرارة ما ببديتش عن 33 و34 يوم ما ترتفع ولكن طبعا وارد انها ترتفع وارد انها ترخفض ان شاء الله نشوف الضغارات الجوية اللي بتحصل ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا السيد محمود شهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية شكرا جزيلا لك انا بسط جدا 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 لما قالي انه يبقى فيه شتا النهاردة فعلا مشتقين واعتقد انه فيش حد ممكن يكون بيكره الاحساس بالبرودة والاحساس مش البرودة اللي هي التلجي يعني بس لا الاحساس الجو الرطب الفاكك اللي بعيد عن الحر والرطوبة العالية والحاجات دي لا يعني الشتا بصراحة ممتع يعني فصل من اجمل فصول السنة بالنسبة لنا شخصيا يعني طيب تعالوا نروح بعلي الاخبار اول خبر معنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بيستقبل رئيس وزراء الكويت تعالوا نشوف تفاصيل الخبر اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتباط امن الخليج بالامن القومي المصري مشددا بالدور المهمة الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الامة العربية جاء ذلك خلال الاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي واشهد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية مؤكدا على حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الاصعيدة مما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بالاضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية الى مصر خاصة من خلال التعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري ده كان اول خبر معنا مشاهدينا تاني خبر هنروح الى اسوان اجمل 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 مكان في مصر تعالوا نشوف بقى ليه الالاف تجمعوا الالاف اتجمعوا من السائحين عشان يتابعوا ظهر التعامد الشمس على قدس الاقداس بابو سنبل تعالوا نشوف تفاصيل اكتر عن الخبر تابع الالاف من السائحين ظهر التعامد الشمس على قدس الاقداس بمعبد ابو سنبل جنوب مصر صباح اليوم الثلاثاء في ظاهرة فلاكية نادرة تتكرر مرتين كل عام يوم 22 اكتوبر و22 فبراير واستطفى الالاف من السائحين في اطول طبور سياحي في مصر خصوصا ان الكثير منهم حرص على الدخول الى المعبد الكبير للملك رمسيس الثاني بابو سنبل وصولا الى قدس الاقداس الذي يبلغ عمقه حوالي 60 متر وقدمت فرق فنون شعبية والحقيقة ان كان عددهم كتير منهم 8 فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وطبعا قدموا عروض جديدة بساحة المعبد وسط تجاوب الالاف من الحضور معبد ابو سنبل من اجبل المعابد بس هو للأسف هو بعيد عن اسوان شوية تقريبا ساعة ساعة ونص تقريبا على ما اتذكر بس هو يستحق ان الواحد يروح المشوار ده تقريبا اكتر مش فاكرة بس يعني الموضوع مشوق جدا وظاهرة دي طالما هي ما بتتكررش غير مرتين في السنة فعلا تستحق ان احنا نهتم بيها وكمان احنا حلو ان احنا بنسوق لمصر انا شفت فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب معمولة للظاهرة دي ومترجمة فاعتقد ان ده تسويق ايجابي كمان لمصر من الناحية السياحية طبعا طيب اخر خبر معنا هنتكلم فيه على ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة المصرية ل 4.8 مليون طن وده في الاسواء العالمية كشف تقرير الادارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة بشأن حركة الصادرات الزراعية الموسم الحالي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية لجميع الاصناف من الخضر والفاكهة بقيمة 4.8 مليون طن وسط اجراءات مشددة وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها لجودة الصادرات ضمانا لزيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الاسواق العالمية بالاضافة الى مواصلة تطبيق نظم التتبع والانتاج للصادرات وتجهيز الشروط الجيدة التي يقوم بطلبها طبعا الاتحاد الاوروبي واحنا عملنا كذا فقرة مع حضراتكم عن فكرة التصدير واهم المحاصيل اللي احنا بنصدرها وتحديدا كمان الموالح وقلنا قد ان الناس بره بيهتموا جدا بكل المعايير يعني يقولك لو الشحنة فيها صمرة واحدة مصابة مثلا لقدر الله بأي اصابة اي ان كانت خلاص الشحنة كلها بتترفض وشكرا فاحنا بيتالي لازم نركز جدا في المزارع المسؤولة عن التصدير وخصوصا في المحاصيل اللي احنا ما شاء الله معروفين بره بيها ان ده محصول مصري فانا اتمنى ان شاء الله الكثير والكثير من الزيادة في الصادرات المصرية وكمان جودة في الانتاجية المحلية طيب تعالوا بقى نشوف النهاردة معنا ايه الفقرات الخاصة بالموضوعات اللي معنا معنا فقرة نتكلم فيها عن العنب كل الناس اللي بتحب العنب ازاي هنفكر ننهض بهذا المحصول ايه هي اهم المشاكل اللي بتواجهوا تفاصيل تانية كتير هنعرفها في الفقرة دي فقرة تانية هنتكلم فيها على المجالس العرفية وانا بشوف ان دي من اجمل الاشياء الموجودة في المجتمع المصري ان يبقى بيقولك احنا مثلا دينا باللغة العامية كده نعمل اعدة عرب اعدة عرب نصفي فيها الخلاف او انه في المجتمعات الريفية مثلا يبقى فيه العمدة هو اللي بيحل المشاكل او بيفض النزاع اهمية ده ايه وهل الفعلا الظاهرة دي موجودة ومنتشرة في مختلف انحاء مصر ولا ان ده صارت هنعرف تفاصيل كتير عن الموضوع ده كمان بقى بما ان احنا مهتمين بالنخيل جدا جدا هنتكلم على النخيل وازاي نهتم بيه عشان يطلع لنا انتاجية عالية وسبحان الله النخلة دي حاجة سبحانك يا ربي مثمرة من اول ما هي في الارض لحد اخر جزء فيها هي يعني جريد النخلة حتى بنستفيد منه يا رب ان شاء الله فقراتنا الحوارية النهاردة تعجب حضراتكم وتستمتعوا معانا في يوم الثلاثة اللي هو مليان فقرات متنوعة اتمنى انها تعجبكم اشوفكم ان شاء الله بعد الفوصل راجعين على طول عشان نبتدي اولى فقراتنا الحوارية في ساعة جديدة وساعة صبحية